نظرة غير مقبولة أولاً لأن الانتاج موجود الانتاج المحلي موجود والانتاج المستورد نسموح به قلنا نتقشف في الاستيراد إلا فيما يخص الحاجية المواطنة فيش تقشف عندي صرحت بيها مراراً وتكراراً فيه التزامات بعض القطاعات يقول لك نحن السنة هذه نلتزم باش نربح ربعميات مليون دولار استيراد ما نستوردهاش نعم معدي مليحة بالصح بشرط ما تخلق ليش أزمة أدوية لا استورد الدواء اللازم من هالي الانتاج تأك يطلع ما تحتاش الاستيراد ديك حاجة أخرى معناه بالحاجية تاع المواطن مقضية بالاستيراد ولا بالانتاج الوطني ما مش معناه تخلق فراغ وندرة باش عام ولا عام ونص وبعدي يسدها الانتاج الوطني باش نعرف الندرة الحقيقية اللي أنا ما نتقبلهاش لأن الانتاج موجود الزيت ما ترى لأننا ننتج تلت مرات باستهلكتنا وخادين بعين الاعتبار ربما التهريب ورغم ذات شي ما تكونش ندرة إلا وقعت ندرة معناه باللي أمور تتدبر بليل هذا اللي يجي حارب سياسيا بالقوة منتاع المواطن يخلصها غالي ودرنا قانون ليه فيه ناس للدول مؤبد نزيد نواصل فيه ماشي درناها حملة وانتهت لا حماية المواطن هي الأساس وما هيش ديماغوجية والتواجد انت عن ناس هدو كل من أجل المواطن